بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلاة و سلام على من بعثه الله رحمة للعالمين و حجة على الناس أجمعين نبينا محمد الهادي الأمين صلى الله عليه و على آله و صحبه أجمعين حياكم الله أخواني و مشاهدين الكرام في برنامجكم رب ارجعون كان الحديث عن تعظيم سنة المصطفى صلى الله عليه و سلم لأنها سنة المرسلين و طريق النبي الذي ارتضاه رب العالمين عز و جل إذ هو ينطق بما يحيه ربه تبارك و تعالى إليه من أحكام الشريعة و أداب السلوك و التوحيد و الاعتقاد و غيرها من الأعمال التي يحبها الله تبارك و تعالى و يرضاها بل و قد أمر الرب عز و جل بمتابعة النبي صلى الله عليه و سلم و تصديق أمره عليه الصلاة و السلام و اعتقاد ذلك قال عز و جل و إن تطيعوه تهتدوا تطيعوا النبي صلى الله عليه و سلم فأنتم هدات أنتم مهتدون من الله عز و جل لأنكم تابعتم النبي صلى الله عليه و سلم و لذلك حينما جاء الحديث العرباض بن ساريا رضي الله عليه حينما قال أن النبي صلى الله عليه و سلم قال و عظنا موعظة و جلت منها القلوب و ذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصل اقتنم ذلك الصحابة رضي الله عنه فقال أسيكم بالسنع و الطاعة و إن تمر عليكم عبد حبشي ثم ذكر هذا الحديث ثم قال من ذلك الحديث قال و عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد تمسكوا بها إذن أمرنا بالتمسك بسنته سنة الخلفاء المهديين عضوا عليها بالنواجد و النواجد هي الأسنان آخر الأسنان وتكون شديدة فكأنه يتمسك عليها و لا يتغير بل يتمسك هذه السنة و كان عليه الصلاة و السلام في كل خطبة و خطب الجمعة يقوم عليه الصلاة و السلام في الخطبة المعروفة خطبة الحاجة فيحمد الله عز وجل و يثني عليه بما هو أهله ثم يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار لأن الذي لا يسلك سلوك و طريق النبي صلى الله عليه وسلم و يذهب إلى طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من أهل الابتداء من أهل الزيغ من أهل الظلال قال عليه الصلاة و السلام في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي هو مردود على صاحبه و قد جاء في الحديث و هو عن المقداد بن معد كريب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك الرجل متكئا على أريكته جالس في بيته على أريكته يحدث بحديث من حديثي لا اسمع هذا الحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بيننا و بينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه و ما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا و هذا حديث النسلم يقول و يحذر و يقول ألا و إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله يعني أوامر النبي صلى الله عليه وسلم هي مثل أوامر الله عز وجل في الأمر و في النهي لا يأخذ فقط كتاب الله و يترك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم توضح القرآن و تفسر كتاب الله تبارك و تعالى و لذلك كانت كثير من السنة تفسر معنى هذه الآيات أما جزاء هؤلاء الذين يجعلون السنة و لا وراء ظهرهم و لا يعبؤون بها بل و يردون السنة فقد جاء و ثبت في الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم أكل بشماله فقال عليه الصلاة و السلام كل بيمينك قال لا استطيع قال لا استطعت أي كأنه يقول أفضلك لا تستطيع أو جعلك لا تستطيع كأنه يقول هذا يعني يدعو عليه الصلاة و السلام ثم قال عليه الصلاة و السلام ما منعه إلا الكبر ثم يقول الراوي فوالله ما رجعت يده إلى أي شلت يده من أنه لم يطيع النبي صلى الله عليه وسلم و هذا أمر خطير و لذلك كثير من الناس إذا أراد أن يأكل في الطعام أو في المناسبات الكبيرة و يكون في يده بعض يده اليمنى بعض الطعام لا يشرب بيمينه بل يشرب يسار يقول يدي متسخة فيها بعض الطعام و هذا محرم لا يجوز و كذلك بعض الناس إذا أراد أن يأكل بيعني السكين و الشوكة يكون في النظام الأوروبي يضع يعني السكين في اليمين و الشوكة في اليسار فيأكل بيساره و هذا لا يجوز بل يجب عليه أن يأكل بيمينه و هذا أمر قد نهى عنه عليه الصلاة و السلام و ذاك الرجل كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه و سلم قال نهى أن يشرب من فمسيقه فمسيقه لا يشرب منه لا يشرب في إناء فلا يشرب منه فيه فجاء رجل فاستهزأ بهذا الحديث كما يقول الراوي قال فشرب من قربة فأول ما شرب فإذا بهذه الحية تخرج من هذه القربة في إلى ثنه لأنه استهزأ بسنة النبي صلى الله عليه و سلم و كذلك الأمور التي تثبت عن سنة النبي صلى الله عليه و سلم و لذلك كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم و أرضاهم شديدون في التمسك في سنة المصطفى صلى الله عليه و سلم و لذلك يقول النبي صلى الله عليه و سلم في أحاديث كثيرة عليكم بسنة و سنة الخلفاء الراشدين المهديين و قد قال أيضا الله عز و جل و إن تطيعوه تهتدوا أي تطيعوا الرسول فإنكم تهتدون و لذلك قال الله عز و جل من يطيع الرسول فقد أطاع الله يعني طاعة الرسول أيضا هي من طاعة الله تبارك و تعالى فالذي يقتفي آثار النبي صلى الله عليه و سلم و يبتغي بذلك وجه الله عز و جل و الدار الآخرة فهم تتلون لأمر الله عز و جل لأن الله جعل هذا النبي بكي نطيعه و نهتدي بهديه و نسير على نهجه و إذ هو يبيننا الطريق الواضحة و المحجة البينة لسلوك طريق المؤمنين إلى رب العالمين سبحانه و تعالى لكي نعبد الله تبارك و تعالى على بصيرة قل هذه سبيلي كما قال الله عز و جل عن نبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير أي على علم فيكون عبادته و أخلاقه و أموره كله على طاعة الله تبارك و تعالى و على مرضاته عز و جل و على ما يحبه الله و يرضاه من الأقوال و الأفعال علينا أخواني الكرام أن ننظر جميع الإبادات أي أمر كان يحبه عليه الصلاة و السلام فلنحبه أي أمر كان يواضب عليه الصلاة و السلام عليه يجب علينا أن نتبعه لكي نكون أيضا من أهل شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الله أسأل تبارك و تعالى أن يوفقنا و إياكم لطاعته و أن يجعل أعمالنا كله في رضاه إنه سبحانه سميع قريب و مجيب الدعوات و آخر دعوان الحمد لله رب العالمين و صل الله على نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر